بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الدائر الانتخابية زرنديل ابن حسان كذلك بلديتي منزل الحياة والغنادة كله من المزاوغة المليشيات العلالشة، ولاد العرضاوي، ولاد منجة ولاد مصدق، ولاد بزويدة لريام، شعاليل، جواليش، عميرة حاتم عميرة الجناحة، الغزيلات الشماترة، العثامنة هنا نبيل الحداد مترشح عن الدائر الانتخابية زرنديل ابن حسان من ولاية المونستير أصيل مع تمديد زرنديل مسؤول حاليا على المصحة الفنية بمركز التوليد والطب الولدان بالمونستير، ناشط في المجتمع المدني تحملت عدة مسؤوليات جماعيتية وثقافية وبلدية وسياسية أتوجه بأسمع عبارات الشكر والتقدير إلى أبناء جهة الكرام بالدائر الانتخابية زرنديل ابن حسان وكل من ساندني ووضع عثقته في شخصي المتواضع ومكنني من المرور إلى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية سأساهم من موقعي في تمثيل أبناء جهتي بالمجلس النيابي وتبليغ أصواتهم ومشاغلهم ووضع قوانين وتشريعات تحفظ كرامة وأمن المواطن أمام ترد المستوى المعيش الحالي وانهيار الوضع الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع نسبة بطالة وانتشار ظاهرة الهجرة الغير نظامية وارتفاع منسوب الجريمة والعنف هذا إلى جانب غلق المؤسسات الصناعية والتفويت فيه وعليه سنعمل بإذن الله على إرساء نسيج اقتصادي الحلول الكفيلة بخدمة الجهة وتحسين ظروف الفلاح أمام ما يعانيه من غلاء الأعلاف والبذور والأدوية والنقص الفادح في مياه الري سنسعى كذلك إلى أحداث مناطق سقوية جديدة واستغلات أراضي الدولية لبعث مشاريع فلاحية تطوير خدمات المرافق الصحية ودعمها بالتجهيزات والموارد البشرية اللازمة مع ذمان حقوق أعوان الصحة تحسين البنية التحتية وتوفير تجهيزات المؤسسات التربوية مع مراجعة البرامج التعليمية لضمان حق التلميذ في تعليم عمومي متطور مواكب للتقدم التكنولوجي بالإضافة إلى ضمان حق المربي في العمل في ظروف طيبة باعتباره المدرسة الأولى في تكوين الناشئة اعطاء الأولوي القصور لتأثير الشباب واحتوائه وحمايته من كل أشكال التطرب ومزيد دعم لجمعيات منشئات الرياضية والثقافية كما سنعمل على معاذة المجهود البلدي لترفيع الموارد المائية لمزيد العناية بالنظافة والبنية التحتية وتقريب الخدمة المؤطرة إحداث محول يربط مع تبدير زرمدين بالطريق الصيارة على مستوى منزل الحياة وإعادة تفعيل محطة بوغا بريد للنقل الحديدي تونس جابس إحداث خط نقل عمومي بن حسان المهدية العمل على إعادة توزيع الخارطة الأمنية بالجهة التي أصبحت ضرورة قصوى اليوم أبناء جهدي ترشحتوا لهذا المنصب لأن لدي رؤية للبلاد والتجربة في إدارة الشأن العام سأسعى بفضل دعمكم ومساندتكم لأكون في مستوى ذقتكم وتطلعاتكم أدعوكم إلى تنسين ذقتكم والتوجه بكثافة إلى مكاتب الاقتراع في الدور الثاني يوم الأحد 29 جامعة في 2023 أخوكم نبي الحديد والله ولي التوفيق السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر